أعلن عبد الفتاح موسى مفوض الشؤون السياسية والسلام والأمن في المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا الجمعة أن قادة دفاع في إكواس وضعوا خطة لتدخل عسكري محتمل في النيجر في حالة عدم تنحي قادة الانقلاب وضف موسى عقب اجتماع إقليمي للمجموعة في العاصمة نيجرية أبوجة أن التكتل لن يكشف لمدبرية الانقلاب متى وأين ستكون الضربة مشيرا إلى أن ذلك القرار سيتخذه رؤساء الدول رؤساء الأركان وفريقهم عملوا على مدار الساعة لتطوير تصور عملي من أجل تدخل عسكري محتمل في جمهورية النيجر لإعادة النظام الدستوري وتأمين الإفراج عن الرئيس المحتجز تم في هذا الاجتماع تحديد كل عناصر التدخل العسكري المحتمل بما في ذلك الموارد اللازمة وكذلك كيف ومتى سننشر القوة نحن مصممون على إفشاله لكن المجموعة الاقتصادية لن تخبر مدبري الانقلاب متى وأين سنضرب وهذا قرار تنفيذي سيتخذه رؤساء الدول نريد للدبلوماسية أن تنجح ونريد أن تنقل إليهم هذه الرسالة بوضوح ومفادها أننا نمنحهم كل فرصة ممكنة للتراجع عما فعلوها موسيقى